موسيقى تسبب نائب وكيل ملك بابتدائية العيون عبد الرزاق شيهو يوم الثلاثاء الماضي في حادثة سير خطيرة رفقة فتاتين كانوا جميعا في حالة سكر الطافع أدت بسائق إلى فقدان السيطرة على سيارته الخاصة وأفدت مصادر أن الحادث لم يخلف ضحايا في الأرواح باستثناء بعض الجروح وصفت بالبليغة كما تعرضت سيارته والسيار التي استضم بها إلى أضرار مادية كبيرة وحلت إلى مكان الحادث عناصر الضرك الملكي والوقاية المدنية لنقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي لمدينة العيون من أجل تلقي الإسعافات الضرورية بينما فتحت سلطات مختصة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث يذكر أن وكيل ملك عبد الرزاق شيبو تربطه قرابة ابن عمومة مع اللاعب الدولي السابق يوسف شيبو خارقة هناك معالم لتسطر على جريمة حادثة سيارتكبت أن نائب وكيل ملك في حالة شكر مع عاهرة مع بنات الهواء في أم الواد إلى عدد المسؤول ليحمي القانون هو اللي يخرق القانون إحنا ما كنا في دولة المؤسسات ولا كنا في دولة القانون وهذا يتحمل مسؤولته أعلى مؤسسة قضاية في المغرب ونوشه رسالة الوزير العزل ونوشه رسالة المؤسسة الملكية أن هذا التسطر وهذا اللي قانون الممارس في الصحراء من طرف لوبيات تحاول التسطر على جرائم المرتكبة اللي يتساكبوها إيجادات القانون هذا يعتبر من الخرق الأساسي لدولة المؤسسات ودولة الحق القانون نناشد المؤسسات الملكية ونناشد وزير العزل باتخاذ بتعطي أوامره من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هذه النازلة والمرتكبة من طرف نائب وكيل الملك في المحكمة الامتدائية بمدينة العيون عبدالزاق شيبو لحمل مسؤولية لحد كاملة يتخاذ عند الجريمة الشنعاء التي اتتكبها بحالة سكر بحالة سكر عدو أفرر بحالة سكر نتوجد من الجرس بحالة سكر اتنسوا واشتراوني على جميع وسائل تواصل الاجتماعي والاشتراك للقناة والضغط على زر الجرس اسفل الفيديو ليصلكم الجديد